موسيقى 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 تتجيب النقطة المطلوبة لنصبح له مشكلة سأقول سؤال رحمد قال لماذا في اعتقادك تم تعمل إما يتعب؟ موضوع العنية كانت وتعب نفتكر كدة في الهونتنجلوج ساقبر السمم لكellل اصبح لتفاكر لأنه كان كانت تعمل كيكا لأنه كان كيكا أصبحت ساقبر السما السؤال يقول لماذا لم تعمل كيكا؟ سؤال بسيط ولكنه سؤال بمتحانات تمام؟ باختصار شديد هتقول because he ate only one piece of cake أو he ate just a piece of cake أي حاجة بالمعنى ده لأنه كان قطعة واحدة من البويزونيس كيك تمام؟ عشان كده نستر الإجابة بكل بساطة because Rasindl ate only a piece of cake كان قطعة واحدة بس دي إجابة نمبر وان جميل شوف كده مع بعض question number two بيقول لي Do you think is the king and Rasindl has the same personality and skills why and why not تمام؟ السؤال برضو بيخص شابتر وان بيقول هل الملك و Rasindl ليهم نفس الشخصية والمهارات؟ يعني كنا المفروض انتقاري الأحداث وعارف ان الكلام دوت بيقول ان كان سبت آل بقى وفريتسوا كده لما تكلموا مع Rasindl في الفورست قالوا although they have although they look like each other exactly like each other لرغم ان هما شبه بعض بالضبط لكن they have different personalities and skills واضح ان المهارات والشخصية مختلفة عرفوا منين لما Rasindl قال I was an officer in the queen's army لانا كنت ضابط في جيش الملكة وقال كمان I am good at guns and swords and riding horses انا كويس في المبارزة وركوب الخلوة زي والحاجات اللي احنا عارفينها دي فمعنى كلامنا ده ايه ان Rasindl was so clever was a fighter was a fighting man but the king was always wanted an easy life عايش حياة هادية he preferred the eating to action بيحب الأكل وملوش قوي في شغل الضرب والحاجات دي عشان كده they don't have باختصار هنقول they don't have the same personality or skill لعندهم نفس المهارة ولا الشخصية because Rasindl was a good fighter لانهو كان مقاتل بارع but the king isn't that's the answer جميل سؤال موجود كتير او متداوغن ومشهور جدا ليه الملك اندهش لما شاف Rasindl حد فاكر كلمة اسمها يشبه يعني look ايوه look like بالضبط كده لو انت قلت بس ببساطة because Rasindl looks exactly or looked exactly like the king حتى لو شلت exactly قلت Rasindl looked like the king خلاص عايز توضح الشبه they have the same red hair straight nose مش عارف ايه بس حتى لو انت قلت they look like each other exactly هما شبه بعض بالضبط it's the same answer نفس الاجابة وما فيش مشكلة اوكي جميل question number four بيقول لي do you think Duke Michael was honest when he invited his brother to stay in Zinda why and why not طبعا احنا كنا عارفين ان مايكل invited his brother the king Rodolf Elfeber كان عزم Rodolf to stay in Zinda in the hunting lodge قال له رو هو عادي ومين في the hunting lodge فالسؤال بيقول ليه هل هو كان نوايا خلصة وكان امين وهو بيعزم اخوه عشان يستريح مسلا ولا حاجة عبل الكرونيشن يستمتع بوقتو اكيد من معرفتنا للاحداث ان مايكل proved to be an evil one اثبت ان هو انسان شرير weak the man طبعا عشان كده I think اعتقد he wasn't honest ما كانش امين بدرجة كافية ليه بقى امال هو ايه هدفو جماعة مايكل wanted to keep his brother away عايز يبعد اخوه يبعد عن السحة زي ما بيقولو ليه of course he was planning the coronation for himself لانه اكيد كان بيخطط عملية الكرونيشن لمين لنفسه he had some illegal ambitions عنده بعض طموحات غير مشروعة كده because he wanted to take that crown after killing his brother عايز يخلص على اخوه وياخد الملك او ياخد الملك يعني فببساطة هنقول ان مايكل wasn't honest that's the answer جميل question number five بيولي why do you think that sebt told rossendil the history of the king's life تمام احنا عارفين بقى ان on the way to stirlsa ولما كانوا راحين في الطريق sebt began to tell rossendil everything he knew about the king قعد يحكي له كل حاجة عن الملك he told him about his life interests friends and everything what he should and shouldn't do قعد يقول له المفروض يعمل ايه وما يعملش ايه فالسؤال بيقول ايه هو ليه sebt بيقول له كده طبعا ببساطة هنقول to help him replace the king and avoid mistakes بس عشان يساعده انه يحل محل الملك بشكل لائق to replace the king يقول بدور الملك بشكل كويس to avoid mistakes as much as possible ويتجنب الأخطاء قدر المستطاع تمام that's all جميل مستر خالد هننتقل للأستاذة مهتاب ونشوف مع بعض question number six بيولي بيولي why do you think that savt and rassendil left the palace through a secret tunnel اوكي عايزين نرجع كده شوية نفتكر مين اصلا سات مين من الرجل ده ده من ال king guards ومن ده من الناس set a plan in order to replace rassendil with the king lay to protect the king in order not to be killed by his brother michael طب هم دلوقتي secret tunnel يعني انا عندي نفق سري هم عايزين يخرجهم اتنفق السري ليه بسبب حاجة معينة ايه هي هم مش عاوزين الناس تعرف ان رسيان دل ده مش هو ال king هم عايزين ناس تفتكر ان ال king was in his bedroom he was sleeping يبا هنا الانصر بتاعتي هتكون ايه why do you think that savt and rassendil left the palace through a secret tunnel او passage tunnel هي passage الاتنين معناها ممر او نفق سري هنقول they didn't want anyone to see them because they wanted people to think that the king was in his bedroom دمين question number seven بيقول when do you think that maikel can be legally a king طيب انا اللعتي عندي كينغ وعندي مايكل هو الديوك اخو امتا مايكل يبقى ال king امتا مايكل ياخد هو زي مستر قال لنا ان هو ياخد الكورونيشن هو to be crowned as the king فحالة واحدة بس لو ال king was officially dead يبقى هنا الانصر بتاعتي when the king become dead جميل question number eight بيقول شوف مع بعض كاشا نقول long question شوية بيو راسندل says that his hand was hurt from an animal bite and he is waiting to see if the bite is poisonous he also says that he is sure the animal will try to bite again who do you think he is really talking about and who understands this طيب انا دي قريبة شوية من الكوتيشنز من المقولات تعد الشخصيات طيب انا عندي طالب ضعيف ملحقش او ما عرفش يقرأ الستوري كلها احاول اخمن هو اكيد مش هيتكلم على انيمل مفيش عندي اي حيانات في الستوري بتاعتي مين الوحيد الشارس مين الوحيد اللي هما كلهم عايزين يحربوه مين الوحيد اللي عنده مشاكل اذا كان مع الكينج او مع راسندل نفسه هو الوحيد مايكل because he was the weak character the evil one who wanted to be the king يبهي هنا راسندل منت مايكل the duke اكمل بقيت السؤال ما اقوفش لغة النص وانسى الباقي and who understands this مين اللي فهم معنى الكلام ده على نفسه ان هو ال evil one ان هو الانيميل يبقى هنا احنا نتكلم على مايكل the duke ومايكل was the one who understands this يمين شوف مع بعض كده question number nine بيقول لي what should that Antoinette de Moubon hadn't plotted against راسندل طيب مين Antoinette de Moubon يعني احنا قبل ما نخش في السؤال ونحاول نحل نرجع شوية نفتكن من الكاركترز بتاعتنا Antoinette de Moubon قبلت قبل كده راسندل on the train وبعد كده شافته يوم الكرونيشن يوم الكرونيشن نحن مكناش عارفين هي واسقة اذا كان دا الكينج ولا لا كن لسه الموضوع كان مبهم شوية بالنسبة لنا جينا بعد كده فجئنا ان Antoinette de Moubon بعتت لتر الروسندل طلبت منه ان هو ييجي السمر هانت طيب هو جاي ليه السمر هاوس she wanted to warn him she wanted to warn him against مايكل انه مايكل and his men were going to kill him in the summer house طيب معنى she wanted to warn him كده هي مع مايكل ولا ضده هي ضد مايكل بس فضلت مشا on the plan لغاية ما جابت رسياندل to the summer house واول ما جابت رسياندل to the summer house حضرته ان مايكل and his men wanted to kill him so she asked him to leave before they're coming طب معنى كده ان Antoinette de Moubon تفقى معهم ولا لأ اكيد لأ هي عمعت نص الكلان لكن ما كملتهاش she asked him to leave before they're coming جميل question number 10 بيولي why do you think that مايكل and his men couldn't say that رسياندل isn't the real king طيب احنا اتفقنا مع بعض ان مايكل wanted to be the rightful king for the country دلوقتي لو هو قال ان رسياندل wasn't the king طيب كده معنى ان الكينج فين هي بتدو اذا سألوا الكينج كده اختفاءه غريب يبقى they would know that the king was being boysened and kidnapped جميل طيب ننتقل لبستر رمضان التركي ونشوف مع بعض question number 11 بيولي why do you think رسياندل refused روبرت generous offer اولا مساء الخير على طالبتنا العزاء مساء الخير على مدرسنا وزي ما قال بستر خالد ومعنص استيقاتهم عشان نحمي بلدنا ونحمي نفسنا ونبدأ سؤالنا الاول بقول why do you think رسياندل refused ريبرت generous offer طيب هو ايه الوفر بتاع ريبرت في الاول هو ريبرت تم قبله في الفوريست قال له يوشود سابت and frets and I should kill the king and michael and we will be two you will be king of forever and I will have an offer وانا اكيد I will have a present انا اخد هدية طبعا اخد مكافأة اخد زند اخد لاخده اي ان كان طيب هو بقول why do you think رسياندل refused ريبرت هو ليه رفض عرضه ده ليه رفض العرض لازم اخد واحد واحد اولا بكوز رسياندل didn't want to stay king forever ادي اول حاجة هو مش عايز يبع مالك ماللحق انا ماجهة اجاب كده اخد واحد احد because the رسياندل didn't want to be king forever ادي اول واحدة تمام كده ده مش كده وبس and because he didn't want to be he didn't او he wanted to rescue the king يبقى السبب الرئيسي didn't want to be the king forever and he wanted to rescue the king دي الاجابة المودة الانصر بطرقة وسيطة جدا جميل طيب نشوف مع بعض question number 12 بيولي why do you think that رسياندل بلزي quickened the thought of being king forever تمام السؤال هنا ناخد برضو نبدأ شواء كده قبلها بشواء كان ثابت قال له you will be king forever اما هو قال له اما كان يوهان بيقول له يوهان بيقول له الخطة بتاع قتل الملك فقال له كده الملك ميت the second time next time next time at the same time of the year you will stay king you will stay king بقى انت انت كده هتبقى الملك ماذا الحياة فهو طبعا he didn't want to be the king هو مش عايز يبقى الملك ده مش كده بس and it wasn't his right it wasn't his right to be the king وده مش حقه ان يبقى الملك لهو وقت في اعتقاده اه مش عايز يبقى الملك ماذا الحياة ومش من حقه بقى الملك يبقى اما يجاوب سؤال زي ده what do you think that recent the spot ليه النبض بتاع quickened بقى سريع جدا اذا صوته being the king of river ان هو فكر ان يبقى مالك ماذا الحياة اجاب اجابه سيطة جدا all i think his pulse quickened because he didn't like or expect to be the king of river he didn't like or expect to be the king of river ادي ده رقم واحد and ده مش كده بس he wasn't it wasn't his right to stay king of river it wasn't his right ومش حقه يبقى مالك ماذا الحياة ده مش كده he also realized that he wouldn't be safe هو مش يبقى اماد لان مايكل is waiting for a moment انتو كنهم انتو تيك اذا راتو بيدا كنك جميل طيب ننتقل لquestion number 13 بيولي was it right decision that راسندل chose يوهان as a spy explain your opinion هل كان صح جدا ان راسندل احنا بنترجم السؤالة هل كان صح ان راسندل يختار يوهان كجسوس ليه في القلعة ولا كان لأ وبعدين قول التبرير بتاعك طبعا هو في الاول خالص اما راح لزندة للا the innkeeper to the innkeeper and her daughter المكان اللي كان اللي كان عاد فيه to ask the daughter of the innkeeper to bring يوهان to him هو كان عايز يعمله جسوس يبقى جسوس لي في القلعة فبقول was it right هل كان قرار سليم جدا ان هو يخليه جسوس لي طبعا الاول all yes I think it was right to make يوهان as a spy اسباب كتير جدا واحد يوهان didn't like مايكل دي دي رقم واحد and يوهان was very happy to help راسندل to be his spy يبقى انا مجاوب وقاب انا مجاوب وستة جدا oh yes I think he is right because يوهان was very happy to help راسندل number two يوهان didn't like مايكل جميل طيب ننتقل question number 14 what do you think the real reason for different handwriting of راسندل was اظن يعني ده سؤال سهل جدا وده كان في امتحان 2019 الدور التاني كان بيقول why do you think ليه تعتقد ايه السبب الرئيسي ان اختلاف راسندل عن الملك because he was not the king because he was not the king باططولش because he was not the king so his writing was different اجابة بسيطة جدا وسهلة جدا شميل شوف مع بعض the last question question number 15 بيولي سب tells راسندل that they are sure that the king is alive in the castle of Zinda do you agree why and why not ده يعتبر اهم سؤال في شابتة 5 اعتقد يعني هو كان دخل عليه بيقوله this letter is for you جواب ده عشانك فحط الجواب قدامه that the letter from a lady from the handwriting ده كان بداية فقال له بقى احنا عندنا اخبار جديدة ان we are sure that the king is alive in the castle of Zinda احنا اتأكدنا ان الملك على قيد حافي قالت زند قال له how do you know تبعين انت عرفت منين قال له ان عندي ثلاث اسباب number one قال له the drop bridge is always kept up the drop bridge الجسر الخشب اللي هو بينزل الوطع بتقلق is still kept up قال له three of the six men ثلاثة من الستة three of the six men of Michael are always in the castle دول موجودين في القلعة ده مش كده بس يبقى انا عندي ثلاثة اسباب واحد the drop bridge is still kept up اثنين three of the six men three of the six men are always in the castle ثلاثة no one can enter or leave the castle without permission from Michael or river جميل جدا دي المودر الانصر اجابة بسيطة جدا جميل جدا دي كانت انتظر اهم 15 questions على كاريتك السينكينج معنا في الحالة هننتقل لنوعية تانية من الاسئلة اللي هو سؤال choose the correct answer وننتقل لمستر خالد عطية ونستأذي المغري الجميل يجب لنا page number one تفضل مستر خالد بالنسبة page number one يا جماعة اول سؤال بيقول طبعا كان بس في ملحوظة بالنسبة للكريتكال تينكينج انت عندك ثلاثة اسئلة المفروض بتختار كام اتنين حلة التلاتة ما فيش قد مشكلة لكن هما عادة تلاتة بنختار كام واحدة جماعة اتنين وتتنوع الاجابات يعني ممكن تكون اجابة بيس او نو والاتنين يبقوا صح فعش مشكلة عندي كام واحدة بقى عندي اربعة بحلهم دول ايه الاربعة اجبار علينا يلا let's get started number one بتقول روزو بيرسويسف بيرسون ليه بقى بيرسويسف جام بيرسويسف لو كونفينسف معنا يقنع بقول لك روز دي اللي كانت هي سستر ان لو راسندل سستر ان لو مرتاخو راسندل يعني كانت شخصية مقنعة اللي يزبط دمنا الاحداث نوفل مش عايزة حفظ عايزة فهم احداث تعالى نقرأ لتشويسز number one اقنعت راسندل بكتابة وتأليف كتاب number two اقنعته بالصفر ثلاثة اقنعته يشتغل ويقبل وظيفة مع سير جيكوب number four شي برسويتد روبرت تو شاوت اتراسندل شاوت معنى كراي يسرخ يعني يبجح فخوه ولا كده تمام طبعا اي تينك اي تينك اي تنصر اي تنصر واضح ان اللي جابه واضحة جدا ده لتر c اللي هي number c شي اسك راسندل تو اكسب the job وي سير جيكوب بورديل number two راسندل فاميلي حاول نفهم السؤال كده اسرة راسندل ليه مهتمة بعيلة الملك اللي هو عيلة الف برغ دي اللي في روتينيا ليه number one مكتوب they are distant relatives لانهما ارايب من بعيد تمام number b بتقول لان ايميليا جوزت واحد من الاسرة دي في السنة دية تمام number c بتقول لان روز نفسها احد افراد الاسرة الملكة و دي بتقول اي و بي مع بعض خلي بالك هي مش دي هي الاساس هي بي ساميليا راسندل مارد اممبر الف برجس فاميلي in 1733 طبعا التوريخ دي مش مهمة تحفظوا على حاجة تمام هي كانت اتجوزت احد الافراد الاسرة الملكة عشان كده هو يعتبروا ايه relatives يعني number three راسندل doesn't work because ليه راسندل ما بيحبش يشتغل number one he had no qualifications ما كانش عنده مؤهلات للشغل يعني he had no goal in life مالوش اي هدف في الحياة he suffered from disability ما عندوش او بيعاني قصدي من disability عاقة ما اخر حاجة he had enough money as well as an important position in society عندو مال كافي ومكانة اجتماعية رقية اعتقد سؤال سه الاجابة number d معلش بخصوص number two برضو يعني يمكن number two اخر اختيار اللي هو ايه بيه انه هم بما انها اتجوزت فا اعتبروا قريب من بعيد تمام فبرضو ممكن number two لو قلناها دي a و b هتبقى صح طب افرض جيه يا جماعة حاجة زي كده اخر السنة تمام تحتمل دي اللي يا جابتين بيمشوا صح اي حاجة اي تصحيح في صالح لايه الطالب يمكن احنا قصدين الجملة دي عشان نوريك ان هي تمشي كده و كده طيب number b الان كيبرا و كده ان كيبرا و ها افضل افضل ان كيبرا ده الحرس تياع القتال و ها افضل افضل ازاي هما الاتنين مختلفين هنبص على choice بتاعتنا طبعا دي توتلي غلط لان محدش كان يعرف ان فيه pretendent king pretend king يعني king بيمثل واحد بيمثل ان هو ال king دي استحالة تكون موجودة دي من الاتشاس بتاعتنا unlike her daughter the innkeeper was interested in politics باختلاف مع بنتها كانت مهتمة بالسياسة طب احنا بنتكلم ان كده الاتنين مهتمين بالسياسة بس فيه واحدة مهتمة بال king و فيه واحدة مهتمة باخه ال king اللي هو مايكل دا ديوك يبقى هنروح للمبر 6 نرجع كده لأحدثنا شوية اتفاجئنا ان رسياندل عاوز يروح الفورست طب عاوز يروح الفورست اللي هي الغابة يعمل ايه ما احنا مش فاهمين عندنا كذا choice هنا عايز يضيع الست ايام قبل الشغل من الديوك بتاعنا اللي هو مايكل يقدر يشوف ال king عاوز يستمتع بالطبيعة طبعا احنا ما قلناش خالص ان هو عاوز يضيع الست ايام اللي عندنا وما قلناش ان هو عاوز يقاب الديوك هو اصلا عاوز يستخبى منه مش عاوز يظهر نفسه لا هو مش عاوز يستمتع بالطبيعة يبقى انا عندي choice number c هو عاوز يشوف ال king طيب number seven هو overhears سات's plan what do they do with that person مين اللي كان بيخدم او مين اللي سمع ال plan بتاع سات وعمل ايه مع الشخص ده يبقى انا كده عايز اعرف مين اللي كان موجود وقت ما سات كان بيحكي ال plan the duke he's locked in the castle ال duke اللي هو michael جاصل and they kill him in the cellar واليوهان they locked him in the cellar واليوهان's mother they locked her in the cellar الوحيدة لكنت قادة بتسمع ال plan وسمعت كل حاجة حصلت هي يوهان's mother number d وي locked her in the cellar السلر ده اللي هو المغزن او البدروم ودخل وسط الناس الفقرة طبعا الناس كلها استغربت والجيش ما بقاش عارف يتصرف هما مش عارفين هو دخل جوا يعمل ايه هو عاوز يثبت لهم ان الملك واثق فيهم ولا هو مش محتاج جنود معاه هو عارف ان هما بيدعموا مايكل طيب هو دخل جوا ليه هو عاوز يوريهم ان الكينج واثق فيهم هو عاوز زيك سبسكت الناس كلها عشان يبقى في صف الكينج يبقى الانسر بتاعتي ايه the king trusted them جميل ننتقل لمستر رمضان التركي ونشوف مع بعض بيج نمبر ثري نمبر ثري كويسش نمبر نين how do you know the poor people like the Duke زي عرفت زي نعرف ان الناس الفقرى بيحبوا ديوك مايكل هو ان the pretended king هو راسندل enter the old area الملاخ المدينة القديمة هو he noticed some things من احد الحاجات اللي لحظها that مايكل paint things all over their windows وده معنى ان الناس دي كلهم كانوا بيحبوا مايكل بيكون مايكل بروميس them by a better future and by change هو كانوا وعادهم بان الفيوتر افضل وان في تغيير وان الحال مش افضل عليه فانا ممسك الاختيارات how do you know the poor people like the duke number a they had paintings of him on their windows هل رسومات كلها كتعة الشبيك بتاعتهم number b they attack the real king هما هاجموا الملك وده ما حصلش number c they stop the king from entering the old part هل هما منعوا الملك ان يخش ال old part برضو ما حصلش they all welcome the duke's brother هما رحبوا باخو الملك اخو الملك ما كانش موجود اصلا في الكورونيشن الاختيار بتاعنا letter a they had paintings of him on their windows question number 10 why does the duke face turn white when he sees the king رسندل هو ليه وشه تتحول للون الله بيهد اما شاف رسندل اولا هو كان مخطط خطة his plan was او his plot was very perfect كانت خطة محكمة جدا وكانت تمام اوي اوي انه كان مخطط انه هو طبعا ينام الملك ويخطافه وياخده ويحبسه في قلعة زندة فناخد اختياراتنا واحد he thought that the king was still in zinda هو هل كان فاكل ان فعلا الملك الحقيقي لسه في قلعة زندة number 2 he didn't expect the king to attend the coronation وما كانش متوقع تبقى لخطته ان الملك يحضر the coronation his plan to be the new king nearly field خطته انه يبقى الملك فشلت والهل هنختار a و b و c هنختار الثلاثة مارات لو انا بصيت الاحداث كلها والخطة بتاع مايكل هو فعلا كان متوقع ان the king was still in zinda number 2 ان he didn't expect the king to attend the coronation ونumber 3 كمان his plan وصفيلد فطبعا وشه اتحول للون دولوي دي بدا اختير بتاعنا a و b و c التلاتة نمبر 11 according to flavia how has the king rassendl changed in his appearance بالنسبة لflavia ازاي الملك اتغير في شكله شكله اتغير ازاي لو انا مسكت الاحداث بزبط when they were in the coach amiricable coach فبتقول له rassendl you seem tired you seem serious and you have it changed i didn't expect that you have it changed all this one day مش قادرة مش قادرة تخيل انت اتغيرت كل ده في مواحد ان انت بقى ثنر ان انت بقى طيب ان انت بقى ثيريس هنمسك اختياراتنا بالنسبة according to flavia how has the king rassendl changed in his appearance he has a proud look on his face هل وشه كان فيه نظر تفخر كده وكبرياء وتفخر he has a crown on his head كان لابس تاج على دماغه his face thinner and he acted more seriously هل هو وشه كان نحيف وكان بيمثل بجدية he looked at hair in a strange way طبعا الاختيار بتاعنا letter c question number 12 why does fritz say that he understands through the flessendl will هو ليه فريتس قال ان هو فهم راسندl كويس لو احنا رجعنا للقصة كويس كده هم مقابلوا بعض قال له i was a former officer in the queen army انا كنت ضابط متقعت في جيش الملكة وفي نفس الوقت فريتس was an officer a guard for the king فاعتبر ده بيحرص الملك وده بيحرص ايه الملكة ناخد اختياراتنا they are both officers for a king or queen they both want to be king they both look like the king they both want to meet the duke طبعا الاختيار بتاعنا letter a they are both officers for a king or a queen جميل مستر رمضان ننتقل لمستر خالد عطية ونشوف مع بعض بيتج نومبر فور تقدر مستر خالد تمام بيتج نومبر فور يا جماعة question number 13 بيقول why can't the duke لو مايكل يعني kill the real king ليه مايكل مايقدرش يقتل الملك طبعا احنا كنا فاهمين although مايكل كدام the real king but he could do nothing بالرغم انه مايكل خاطر في الملك لكن مايقدرش يعمل بي حاجة ليه ببساطة قضيته طلوقتي مش مع ماي مش مع الملك رودل في الف برجاخوه مشكلة طلوقتي مع راسندل ببساطة if مايكل killed the real king لو قتل الملك اللي هو اخوه راسندل would stay king forever من اللي هيتنه ملك راسندل تمام طب نشوف الاجابات مكتوب ايف نومبر 1 he is already dead هو مايقدرش يقتل اخوه عشان مت اصلا نومبر b he does not know where he is معرفش مكانه c راسندل stayed the king هيتن راسندل الملك d because he loved his hot brother هو بيحب اخو بيحب الملك يعني اكيد دي مستبعدة واللو فيها طبعا مايعرفش هو فين فواضح ان الاجابة نومبر سي راسندل would stay king طيب نومبر 14 what does راسندل mean that some of those evil men to join joseph الجملة دي معناها ايه او افكرك بالموقف when they were at the hunting lodge لما راحوا الهانتنج lodge and suddenly they found out that the king was kidnapped and joseph was killed اكتشفوا ان جوزف اتقتل والملك اتخطف ساعتها بصوا كده من الشباك لقوا 8 or 9 people 8-9 تنفرد خلين عليهم كده carrying splits ومعهم الجروف قولنا والكوريك ده عشان يشيلوا بيه جوزف جسته يخفوها فلما سبت قال له راسندل المعلومة دي راسندل طلب منه قال له قال له I'd like to make sure that لازم نأكد على حاجة الوقتي I'd like some of these evil men to join joseph عايز شوية من دول يحصلوا جوزف يحصلوا يعني ايه يعني he wanted to take revenge عايز ينتقم بمعنى he wanted to kill some of myكل's men as a kind of revenge عايز يقتل شوية من رجالة مايكل كنوع من الانتقام ليسأل لجوزف يعني فلا بصنا على الإجابات يا جماعة نمبر 14 بتقول ايه نمبر 1 Some of them should be personal servants like joseph شوية من دول لازم بيبقوا خدم زي جوزف نمبر B Some of them should be honored like joseph يكرموا زي جوزف C Some of them should be kidnapped يتخطفوا زي جوزف جوزف ما تخطفش أصلا نمبر D Some of them should be killed like joseph شوية منهم يتقتلوا زي جوزف أعتقد هي دي The right answer number D طيب 15 How did sab take a simple lesson with injured finger to freeler أفكرك مين freeler Freeler is one of sab to servant who replaced joseph ده أحد خدم sab who replaced joseph اللي حل محل جوزف لأن جوزف اتقتل طبعا فساعتها لما رجع الملك تعرف كان his finger was injured صباعه أصيب رجع الملك سوري رجع الملك وراسندل تمام فالسؤال بيقول راسندل أو سابت فصر الإصابة دي إزاي قال له إيه طبعا هنا سابت كولينت تيلفا تروس ما يدارش يقول حقيقة فقال له حاجة كده إن الباب تقفل على أصباعه فقال هاله بالإنجليش إزاي تعال نقرأ في كلب عبد الملك في حصان واقف على أصباعه أنتونيت دفعت عن نفسها وعضت راسندل يعني نمبر فور أو دي أعتقد كلنا عارفين الإكسبريشن ده يعني الباب تقفل على أصباعه يبقى نمبر دي 15 إيز دي في اللاست ون آخر سؤال بيقول تعرف طبعا مايكل ها سيكس من ليه ستة رجالة مخصصين دي عرقوا لزوزهم ديما معاه عشان يحرصوا طيب إحنا عارفين إن الستة مبيسيبهوش ليه بقى كان فيه تلاتة بس التلاتة التانين راحوا فين عارفنا إحنا من الأحداث إن سابت وفريتس هما بيتكلموا استنتجوا إيه قالوا أكيد التلاتة التانين فين في القلعة بيعملوا إيه بيحرصوا الملك تعال نشوف الإجابات كانوا بيصطادوا في الغابة كانوا بيصطادوا في الغابة بمعنى أجازة مرضي كانوا بيقولوا تابع ذا ثيوين و هوليدي كانوا عندهم أجازة تابع ذا ثيوين تابع ذا كيدناب دي كينغ تابع ذا كيدناب دي كينغ حتى لو أنا مش فهم إيه كيدناب تابع ذا كينغ تابع ذا كينغ بيحرصوا الملك طبعا معناها الملك إيه المخطوف زي هزها الزعار جميل مستر خالد ننتقل إلى استاذا ميتاب ونشوف معبعد كده بيتج نومبر فايف تطدل يا استاذا نتائي نومبر سبنتين أنتوانتة دموبان كانت متفقة شوية مع ميكل وجابت رسياندل إلى سامر حاوز وتفقنا أنها باعتت لتر للبرنسس ليبقى تتخبرها عن رسياندل كيف تحكي عن رسياندل تتخبرها لعيزة زندة عايزة تجيبها لزندة عايزة تعرفها مكان الكينج طب أنا لو فكرت شوية أنتوانت قلنا أن هي كانت مع ميكل لمجرد أنهم عاوزين يقتلوا رسياندل لكن هي ضد البرنسس في حاجة لا هي مش ضد البرنسس في حاجة يبقى الإجابة بتاعتي سي المارشل ده كان مين المارشل بتاعنا المارشل ده ظهر لنا فجأة ورسياندل trusted him ليه لأن المارشل مكانش مع ميكل مكانش مع الديوك طيب هو طلب منه قبل ما يروح زندة طلب منه promise عن إيه؟ المفروض الكينج بتاعنا was kidnapped in the castle of Zanda بس فضل لنا رسياندل فرسياندل دلوقتي wanted to go to save the king يبقى مين المشكلة خايفين على مين؟ princess Flavia يبقى he wanted him to promise to protect princess Flavia and not to let any of Michael's men visit her he wanted to protect her يبقى أنسر بتاعتي D 19 the thing I hunt is a very big animal what is رسياندل really hunting? برضو في الكريتكالي تنكنا بنكلم he was talking about an animal تفعنا من قصتنا مفيش animals مين الانمال اللي عندنا؟ هو قصده Max Hulff Hanzo Michael the marshal الوحيد بالنسبة رسياندل animal هو Michael يبقى الانسر بتاعتي C 20 what did Flavia blame رسياندل for when he said he would go hunting Flavia كان عندها مشكلة هي شايفة الانسرسياندل مختلف قلنا ان he was thinner he was serious بس في نفس الوقت هي مستغربة حاجات كتير طب دلوقتي she blaming him blame يعني بتلومه بتلومه على إيه she blamed him for he's offered to marry Antoinette دي استحيلة هو he didn't offer to marry Antoinette she blamed him for not giving her enough care نو مش مهتم بيها A and B احنا قلنا ايه استحالة تكون موجودة معانا يبقى منفعش اختار A and B she blamed him for going hunting instead of doing his duties in the capital وهي دي الانسر بتاعتي هي طول الوقت بتلومه ان دا مش وقت ان هو يروح يصطاد ولا هنطنج ولا اي الكلام ده يبا الانسر بتاعتي D جميلة سوزماتين هننتقل لمستر رمضاني التركي ونشوف مع بعض بيج نومبور سيكس فاضل مستر رمضاني تمام ايه استحالة نومبور سوزماتين what happened when report is leaving the country house the second time اللي حصل بقى اما ريبورت ساب الكانتري هاوس للمرة التانية وراح الكانتري هاوس مرتين اول مرة طبعا هو انه طول راسند لذات مايكل ابلوجايز because he couldn't receive him at the castle or the mansion because he was ill summoned of his servants هو عينين ودي كان ادعاء كاذب هو عارف انه بتحك عليه المرة التانية هناخد اختياراتنا بقى ايه اللي حصل هل كان بيسلم عليه number B طعمه في كتفه سرق حاجة واختفى ولا كان بيزعاله طبعا لو انت تبات القصة كواس جدا وما ظهره في المرة التانية وعرض عليه الوان ميليون جولد بيسز وهو رفض هو كل اللي عمله وخدعه and he steps him on his shoulder طعمه في كتفه يبقى number 21 الاختري بتاعنا letter B he steps rassendl in his shoulder 22 why did he rassendl send johan back to the castle هو ليه رassendl بعد johan مرة تانية او johan مرة تانية للألعة طبعا احنا كنا عارفين هو كان يستخدمه كايه his spy he wanted johan to spy for them ده مش كده بس he wanted johan to spy on michael ده كان عايزه كمان يتجسس على مايكل فهار اختياراتي كويس هو ليه بعد بقى why did rassendl send johan back to the castle number A to raise the king at 2 in the morning عشان ينقذ بالك الساعة 2 بالليل وده ما حصلش to work as a spy for them يشتغل جسوس عندهم number C to work as a spy on the Duke يشتغل الجسوس على الدوك مايكل ولا هنختار B and C طبعا هنختار لتر B and C to work as a spy for them to work as a spy on the Duke 23 how did rassendl act when he made mistakes يطر رassendl كان بيعمل اما يعمل غلطة كل ما يغلط بيعمل ايه اللي بيتظاهر به to prove that he was the real king so as not to be known عشان ما يتعرفش number A he pretended that he forgot the rules or the people had met كم داما يقول لهم انا بنسى القوانين وقواعد وناس اللي عملتها طب number B he said that he suffered from some mental diseases هل هو كان بلوم هنا بقى عاني من مرض عقلي number C A و B مع بعض number D he covered his face كان بيغطي وشه with his hands and the love بيغطي وشه بيده كده وعيده تحت طبعا هو كان بيتظاهر نوه بينسى القوانين وبينسى الناس اللي قابلتهم فهنختار لتر A he pretended that he forgot the rules or the people he had met 24 acting the king هو بمثل ضر الملك رسندl tried to gain more popularity by لو احنا بقى رجعنا للقصة لو سؤال ده جالي في الكريتكال تينكينج وقال لك how did rassendl gain his popularity among the people of Rootani ازاي كسب حب الناس بتاع روتاني هو عمل ثلاث حجات عشان يكسب حب الناس بتاع روتاني number one he decided not to say any bad word about Michael مش هيغلط مايكل خالص he decided to visit the old town as he did before the coronation ونمبر ثلاث he decided to visit princess Flavia princess Flavia to win her supporters that to win the old people he visit the old town more often to win the support of the people in the palace he decided not to say any bad word about Michael تابعنا ده في اللي تشويس وبقول لي هو بمثل ضر الملك ازاي كسب شعبية going alone through the new town هل هو كان بيروح لوحده في المدينة الجديدة being a distant king ملك بعيدة عندهم being seen where most of the poor lived كان بيتشاف عند الناس الفقرة اللي بيعيشوا في المكان بتاعهم طبعا نختار لتر being seen where most of the poor people lived جميل مستر رمضان في رسائل سريعة كده مستر خالد ازاي الطالب يتعامل مع اسئلة الكسة او يجاوب عليها بدون ما تبقى فيه اللي ارباطها بالنسبة لها او اقبئات طويلة تمان يعني هو تقييدا للكلام مستر رمضان التوركي من شوية كان بيقول اجابة جماعة تبقى بسيطة وخلي بالك ما فيش مشكلة خالص ان احنا بنتغاضة او مش يعني معظم كل المسائلين بيتغاضوا عن ايier بلنج من السيكس او الحاجات دي او الاحداث بتاع النوفل فأهم حاجة ما تعودش تحفظ اسئلة انت تفهم الاحداث كويس افهم الأحداث كويس وبعدين ابدأ عبر اللي تشوز هيبقى سهل جدا بالنسبة لك critical thinking لازم تقفاهم انه ممكن انت جاوب ياس واحد يجاوب بنو يبقى لجابتين صح تمام ما تستعرضش عضلتك وتقيه عشان فيه طلبة بتفكر كده وخاصة طلبة الشطرة يحب يكتب كتير قوي عشان يباين المصحح انه فاهم تمام ومية مية لا غلط خالص ده هي يقول لما تقيه تكتب حاجات بسيطة هو ده الصحة هتتمكن وتكتب احنا همنا ان المعلومة تبقى صح اللي همنا اكتر بقى يعني غير الموضوع القصة اليومين دول الظروف بتمر على البلك كلها كتر الكلام في الحاجات دي مش هيقدم ولا يأخر يعني حضرتك ما تعودش تقول ايه اصليحنا دفعة مظلومة اصليحنا حصل ماشي الكلام ده نستفيد بايه المفروض ان انت اللقتي بتشتغل مع نفسك بقى وعلى نفسك زي ما بيقوله كده وتقعد تشتغل هو ده قضاء ربنا على البلك كلها فلازم ان انت تعمل اللي عليك وزي ما بيقوله بقى كده ايه كن عن همومك معرضا او بيقوله وكن دع الامور تجري في اعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال فاحنا ندعو الله ان شاء الله ربنا يفك الكرب علينا كلنا وربنا ووفقكم كلكم ان شاء الله بعد البيت الشعر الجميل للمستر خالد قاله ده عايزين بقى مستر رمضان سريعا كده المواصفات اللي امتحان بتيجي ازاي في القصة بالنسبة لسؤالي احنا عندنا القصة طبعا عندنا اولاد زي ما احنا عارفين كده 4 اختياري ودوله على مربع درجات زي ما قال مستر خالد ارجوك اقرى السؤال كويس جدا اقرى اللي اربع اختيارات كويس جدا واللي انت فاهمه اختاره بس هي الموضوع اللي انت فاهمه اختاره مش اللي انت حافظه ده بالنسبة لاختياري احنا عندنا 3 اختيارات هنختار منه باتنين قل اللي انت عايز ويس هات سبب مقنع هات سبب مقنع هتاخد عليها نص درجة ايس او نو وولي السبب المقنع بتاعك بقى عليه واحد يبقى ده واحد ونص واحد ونص للسؤال التاني با كده تلات درجات تلاتة اربعة باعداتهم كده ايه سبعة البساطة في الحل والبساطة في الاسلوب والبساطة في الكلام هما السبيل للتفاوق طيب هنختم مع الاستاذة مهتابة لما انهي البومبناية بتاعت الحلقة النهاردة برسائل مطمئنة للطلبة اللي قاعدة في البيوت رسائل مطمئنة هو اهم حاجة من الظروف الايام دي صعبة شوية نركز شوية مع الاحداث الجارية والمصطلحات للرايتينج والترانسليشن اكيد دايما الرايتينج والترانسليشن بتاعنا مش بيجوا من كوكب تاني هما بيجوا دايما من احداث اللي انت عايش فيها من اللي انت مرر بيها ياريت نركز شوية مع المصطلحات دي هتفيدك كتير جدا واحدة واحدة انتوا عدوكوا فرصة كبيرة جدا السنوات التانية او الدفعات التانية ماخدوهاش ان انتوا وقفين لغاية منهج 15 مارس يعني انت عندك شهرين بترجع في منهج انت اصلا رجعته مش واخد عليه حاجة زيادة فده المصلحتك مش ضدك وربنا يوفقكم ان شاء الله شرفتونا جماعة وكانت حلقة اكتر من شريكة ونتشرف بكم كالعادة ونشوفكم على خير دايما شكرا